الخبر الأول اللي عدنا عن محمد جواني والتحديده الوسام تيكيت وبيسان اسماعيل والكل فمحمد جواني نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات قال بيها انتظروا باتشر مقطع حيطير هواية جبهات ورح يدعى سبيل كل رححط لكم الستوريات على ما تفتهمون أكثر كنت ناوي مرة عشرة عشرة لك على الفاضي اللي هو بكرة أصلا استنوا بكرة الساعة أربعة لخناة اليوديوب واستنوا نوفاتها شو بتوقع بكرة في عنا؟ انتو بتعرفوا يعني 8 8 شوكا عنا 9 9 شوكا عنا في كتير ناس صار بده دعس العشرة عشرة فيديو كليب على الخناة الرسمية في جبهات كتير لازم تندعس بكرة بتعرفوا عن شو الموضوع فاروحوا كلكم حاليا واشتركوا بقناة جواني وانتظروا تنزول المفاجأة باتر اللي صراحة بالنسبة لي اتوقع انه ما رح تكون فيديو كليب ولكن اكيد رح يكون مقطع خرافي طير اخوة هيا جبهات مثل ما رح توقع فطبعا كنا متحبسين لهذا الشيء الخبر الثاني اللي عدنا عن حنين قصير ونزول اغنيتها الجديدة مسيطرة اللي هنا طبعا نفس الاغنية تغنتها بيسان ولكن بيسان حذفت عنها لان كانت سارقتها فحاليا نزلت الاغنية الاصلية على قناة حنين قصير لاحطو لكم رابطها بالوصف روحوا كلكم عليها وفجروا الكومنتات عدهم وبعدين تعالوا وقولولي من هو الافضل بيسان او حنين قصير ومن طبعا بالنسبة لي ان اسمعت الاغنيتين وصراحة الاغنيتين كانوا رهيبين بالنسبة لمحمد ادواني واستهزاء بيسان اسماعيل فنزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات يقول بيها انه نزلت الاغنية الاصلية هحط لكم الستوريات عم تفتهمون اكثر هاي هي المسيطرة الاساسية هاي حقيقية هاي بصوت حنين قصير حاليا صوت على خناة حدر كتاب حنين الغالية مبروك الغنية وبس والله الهنا وصل نهاية المقطع اتمنى المقطع ايجاوكم نتسسوا تحطون لايك اشتركوا بالقناة شانا يوكم فيهد زيما قناة مملكة القصاص ومع السلامة